من بغداد إلى عموم العراق نداء عاجل بالتحذير الخطير والتدخل الفور بعد أن أصبحت فاجعة العراقيين بانتشار المخدرات على صورة لا تسر المتابع لما يجري على الأرض من هلاك للأرواح والشباب المخدرات التي لم يكن هذا التقرير الأول الذي تعده التغيير للكشف عن حقائق مدوية باتت اليوم مرهونة بحقائق فضحها نواب وخبراء ومسؤولون عن كارثة تدق أبواب العراق الاجتماعي والسياسي على حد سواء رسائل مباشرة خرج بها برلمانيون عن صمتهم بالكشف عن حقيقة ارتباط وثيق بين انتشار المخدرات في المجتمع العراقي ووقوف سياسيين وراء تلك الظاهرة لاستخدام الشارع ضحية لتمرير صفقاتهم خطورة تصل إلى ان تلتسق ظاهرة انتشار المواد المخدرة وبايعها وتعاطيها بين الناس بنهج بعض السياسيين الذين دمروا بهذه الطريقة واقع الأمن والأمان في لقاءات سابقة مع محللين سياسيين قريبين من المشهد كشفوا خطورة التهديد المباشر لمن يحاول الحديث عن حقائق تخفيها ليالي البيع والشراء والترويج للمخدرات ما يؤكد صحة المعلومات الصادمة عن وجود نفوذ سياسي يقف وراء تجارة المخدرات قضية دقت باب الأمر الطارئ في ضرورة تدخل الجيش وتوليه عمليات الملاحقة والضبط بدلا من وزارة الداخلية وإحالة المواد المضبوطة إلى الاستخبارات العسكرية بدلا من دوائر الطب العدلي مطالب على لسان برلمانيين في إطار الخروج من أزمة قد تحول العراق إلى ساحة غرق لمستقبل شبابه وعائلاته دون كشف الحقيقة الكاملة لسياسيين يقفون في الخفاء للتحريك شبح المخدرات وضرب مصلحة البلاد بها